فيه آية أخرى مثلا قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عندما نأخذ الوصف مطمئنة الاطمئنان وصف معلم ينطبق على كل من اتصف به كل من جاءه الموت وهو مطمئن للقاء الله انطبق عليه هذا الوصف لكن الاطمئنان له درجات وله مراتب أعلى مراتب الاطمئنان أعلى درجات الاطمئنان من الذي حازها أية نفس حازت أعلى درجات الاطمئنان وقت الموت الذي هو وقت الرهبة وقت الخوف وقت الموت طبعا الإنسان يشعر بموته ولو قبل ثواني من موته وقت الموت وقت الرهبة وقت الخوف وقت الجزع لأنه وقت الانتقال انتقال الروح من عالم معروف إلى عالم غير معروف من عالم معهود إلى عالم غير معهود فيصيب النفس نوع من الهلع والجزع لذلك أقوى نفس حملت أعلى درجة من درجات الاطمئنان وقت الموت وقت الموت كأنه حياة كأنه حياتها أعلى درجة من درجات الاطمئنان حازتها نفس وقت الموت أية نفس جاءت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي الله الله سبحانه محمد الله هذا تفسير مصداقي مفهوم الاطمئنان واضح ينطبق على كل من اتصف به لكن الرواية تريد أن تقول لنا أعلى درجات الاطمئنان تحلت بها هذه النفس القدسية نفس الحسين بن علي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين من هنا ترجمة نانسي قنقر